بسم الله و السلام على رسول الله لو عندك كحة وتعباك و مش هادر تتخلص منها جربت ادواء او جربت اي علاجات تانية و ما نفعتش معاك النهاردة انا اجيب لك وصفة عشان تتخلص من الكحة اتخذ على الكحة نهائيا الوصفة دي سهلة جدا جدا و ممتازة تعالوا بنا بعد فاصل عشان اقول لكم على الوصف الوصفة بتتكون من ثلاث مكونات مهمين جدا المكون الاول معلاءة زيت زيتون و المكون الثاني معلاءة فازلين و المكون الثالث معلاءة فكس للكبار اما بالنسبة للصغار نص معلاءة فكس في طريقة التحضير الوصفة ستجيب حلة صغيرة و هنا اضغط معلاءة زيت كبيرة كبيره ستضب عليهم معلاءة الفازلين و معلاءة الفكس و تقلبهم كويس و بعد ما تقلبهم كويس ستضبها على نار هادية و هتقلب واحدة لغاية ما يدوب الفكس و يدوب الفازلين و يمتزجه مع زيت الزيتون بعد ما يحدث هذه المتزاج هتنزل الوصفة من على النار و هتستنى لما تبرد وبعد مثلا لما تبرد هتدهم بها الرقبة وهتدهم بها الصدر الظهر والرجلين وبعد كده هتلبس لبسة تيل وتلبس الشراب وتتغطى وتنام تغطى وتنام ثاني يوم ان شاء الله هتلاقي فيه تحسن رهيب 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 في الكحة بمجرد ما تستعمل الوصفة دي 3 ايام هتغضي على الكحة نهائيا اذا عجبكم الفيديو اضغط لايك الشارك في القناة فعل زر الجرس عشان يصلك اجداد فيديوهاتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته